ارتدادات ما يجري في غزة على الاقليم يعني قبل ان ندخل الى قبل ان تشرفنا يعني في الاستوديو كنا نتحدث عما يجري الان في بغداد عما جرى في بغداد مصيرة يعني استهدفت قيادينا في جماعة موالية لايران في بغداد ليست هي المرة الاولى نتحدث عن ما يجري في البحر الاحمر نتحدث عن ما يجري في سوريا في الاردن من الاستهداف لقاعدة امريكية كيف تتابعونا وكيف تقيمونا هذه الاحداث هل هي ارتدادات فعلا لما يجري في غزة بالتأكيد وهذا هو ما حذرت مصر منه من البداية مسألة توسيع رقعة الصراع مسألة التوترات في الاقليم يعني التوترات على الساحات العربية مختلفة سواء في لبنان او في سوريا او في العراق او في الجنوب البحر الاحمر كل ما نشهده من توتر وعسكري وحالة عدم استقرار بالتأكيد هي نتاج مباشر لاستمرار الحرب في قطاع غزة لابد من التعامل مع كل هذه التطورات بحذر شديد وبجدية شديدة لانه استمرار حالة عدم الاستقرار في المنطقة تهدد مصالح جميع الدول وما نشهده من تهديد لحركة الملاحة في البحر الاحمر وما نشهده من انتفاضة دولية للعمل على محاولة يعني التعامل مع هذه التهديدات للملاحة يؤكد ان مصالح جميع الدول اصبحت محل استهداف نتيجة حالة عدم الاستقرار هل تشير الى التحالف الذي شكلته الولايات المتحدة لحماية الملاحة في البحر بالتأكيد هذا احد الملامح هناك تحالفات اخرى هناك عملية عسكرية ايضا في اوروبا يتم الان التجهيز لها كل ما نراه في هذه المنطقة يؤكد اننا اصبحنا بالفعل نشهد توسعة في بؤرة الصراع وفي مساحة النزاع في المنطقة اشرت سعدة سفير عفوا الى انه يعني هذه الاحداث وهذه التطورات يعني لها مردودات سلبية على دول كثيرة منها مصر حركة الملاحة في قناة السويس بتأكيد طلعنا جميعا على التصريحات الصادرة عن المسؤولين في هيئة قناة السويس وكيف تأثرت هيئة قناة السويس او ارادات قناة السويس من العمليات التي تتم وبالتالي يعني معالجة الوضع في قطاع غزة اصبحت يعني هي منذ فترة الحقيقة وهي يعني شيء مهم للغاية ويجب التعامل معه باكثر اكبر قدر من الجدية لانه استمرار الحالة الفلات الامنى في المنطقة وعدم الاستقرار بتهدد استقرار المنطقة بتهدد ما تم يعني الاستثمار فيه من عمليات تنمية ومصالح لشعوب المنطقة فلابد كمان ان ندرك ان يدرك المجتمع الدولي وتدرك الدول الكبرى ان هذا هو نتاج طبيعي لاستمرار الحربي في قطاع غزة طيب فيما يتعلق بحماية الملاحة يعني سيدك اشرت الى تكتلات لتحقيق هذا الهدف حماية الملاحة هل مصر مستعدة للدخول فيه مصر متواجدة بالفعل في المنطقة مصر متواجدة في الـ Combined Task Force اللي يسمى بالقوة المشتركة الدولية 153 وكانت تقود هذه القوة منذ عام مصر موجودة في القوة الدولية البحرية الموجودة في البحر الاحمر يعني مصر موجودة في المنطقة وتحافظ على مصالحها وتسعى لحماية المنطقة ايضا ومنطقة الملاحة فيما يتعلق بالبحر الاحمر